سينة، سينة دي ملحمة الملاحم في تاريخنا بصراحة طول الوقت خلينا نتكلم على إحنا إزاي استردنا سينة يعني في تضحيات بالتأكيد، في تاريخ طويل بالتأكيد بس خليني الأول أرحب بدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجمعة عين شمس منوارنا دكتور أهلاً بحضرتك وأشكرك جداً على وجودك معنا النهاردة والوقت المتأخر حبتين أنت صهرتني بس علشان سينة وعشان حضرتك كمسطف كبير بيسعدني أكون معاك هابدأ بالسؤال إحنا استردناها إزاي دي حدوتة زي محطة كنت بتقول حدوتة من حواديد مصر المهمة ملحمة من ملاحم الكفاح الشعب المصري كفاح الجيش المصري كفاح أهل سينة الشهداء اللي رووا بدماغهم أرض سينة القوى النعمة أيضاً اللي بزلت جهد عظيم في التفاوض من أجل عادة سينة وفي التحكيم الدولي علشان كيلو متر مربع وخمسة كيلو تقريباً كمان كانت إسرائيل عايزة تتمحك وتاخدهم بعد انسحابها فدي ملحمة كبيرة جداً وعشان كده سينة غالية جداً علينا يعني وسينة غالية ويمكن من الحقائق التاريخية أنه عبر الزمن البوابة الشرقية لمصر اتراوت بدماء فعلاً شهداء كتير لأن الغزاء طمعوا في سينة من التاريخ القديم حتى الآن صحيح من أي من الحيثيين من منذ أقدم العصور التاريخية بس الحلقة مش هتسعنا مش هتسعنا أيضاً وطبعاً يعني أنا حتى كمان يعني بكتب كتاب عن تاريخ العلاقات الدولية واخد خط كده في الكتاب بتكلم عن كل شوية يبقى فيه نظام عالمي اكتشفت حاجتين مهمين قوي أولاً أنه فيه عبر التاريخ العالمي كله فيه رجال ليسوا ككل رجال يعني مختلفين مختلفين دول بيتحكموا في حركة التاريخ العالمي وبيصنعوا نظم إما أقطاب إمبراطورية أو تجد العالم يحكمه قطبين القطب واحد إحنا دلوقتي عايشين في ظل قطب واحد اللي مبهد للدنيا ده الأمر الثاني أنه فيه آآ مواقع تاريخية منها بقى سيناء ومنها غزة ومنها منطقة شرق البحر المتوسط على مر التاريخ بتشهد هذه الملاحم الرحيبة اللي بتسهم فيه تشكيل خريطة العلاقات الدولية عبر الزمن أنا من أنصار نفس الفكرة أن منطقة شرق المتوسط دي هي المركز الحقيقي للتحولات السياسية في العالم ده صحيح وإحنا في التاريخ بقى المعاصر بتاعنا يعني فيه محاولة أكتر من محاولة لاستقطاع سيناء من مصر فيه محاولة سنة 1892 وفيه خريطة فعلا موجودة ده بعد الاحتلال البريطاني بعشر سنين تمام فيه خريطة موجودة بتشيل منها سيناء لكن طبعا الحركة الوطنية المصرية واختائزين والسلطة الاحتلال البريطاني قومه اقتطاع سيناء